السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن متى التبويض لمن دورتها الشهرية كل 34 يوم دورتي كل 34 يوم متى التبويض سؤال تطرحه البعض وسوف بإذن الله أحاول الإجابة عنه باختصار في هذا الفيديو سوف أذكر لكم طريقة حسابية بسيطة من خلالها يمكنكم تحديد يوم الإبادة المحتمل إن شاء الله وهي عن طريق طرح 14 يوم من موعد الدورة الشهرية المقبلة فإذا كانت دورتك منتظمة كل 34 يوم فيكون يوم الإبادة المحتمل بإذن الله هو يوم 20 من الدورة الشهرية ولكن يجب عليك العلم أن يوم الإبادة قد يأتي في شهر ما مبكرا أو متأخرا بيوم أو أكثر عن موعده وذلك لسبب ما ولذلك سوف يكون من الجيد لك أن تقوم بممارسة الجماع قبل وبعده بعدة أيام فيكون هناك فرصة أكبر لحدوث الحاملة إن شاء الله حتى وإن تغير موعد الإبادة هذا الشهر لذلك وفي هذا المثال دورتك منتظمة كل 34 يوم فيكون يوم الإبادة المحتمل كما ذكرنا هو يوم 20 فسوف يكون من الجيد لك أن تمارس الجماع بانتظام يوميا أو يوم بعد يوم بداية من يوم 15 من الدورة وحتى يوم 23 من الدورة الشهرية حتى تكون فرصة الحمل أكبر ما يمكن حتى وإن تغير موعد التبويض لديك هذا الشهر فالخلاصة يمكنك تحديد يوم الإبادة عن طريق طرح 14 يوم من موعد الدورة الشهرية المقبلة ولكن مارس الجماع قبل وبعده بانتظام حتى يكون هناك فرصة أكبر لحدوث الحمل إن شاء الله في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لأعجابكم ياريت لما أبلاقي كومنت وشار الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ